السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول أكلت حتى انفزرت ونقصد بذلك أكلت كثيرا وكادت بطني أن تنفجر فما أصل الفزر في اللغة جاء في لسان العرب الفزر الفسخ في الثوب نقول فزر الثوب يفزر فزر شقه والفزر الشقوق وتفزر الثوب والحائط تشقق وبلي وتقطع ويقال فزرت الشيء وأفزرته وفزرته إذا فتتته ونقول فزرت أنف فلان فزرا أي ضربته بشيء فشققته فهو مفزور الأنف قال بعض أهل اللغة الفرز قريب من الفزر نقول فرزت الشيء من الشيء أي فصلته وفزرت الشيء صدعته ولا ننسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه رواه الإمام أحمد في مسنده لغتيه لغة العرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته